طيب تعالوا بقى نروح ونشوف تفاصيل نادي الاهلي فرع الجزيرة مع زمننا العزيز مرسلنا محمد توفيق ونعرف بقى اخر الاخبار واخر المستجدات ويهي الاجواء اللي هو موجود في وسطها محمد صباح الفل عليك صباح الفل يا كريم وصباح الفل يا نهواند برحب بيكم كل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد يا رب يكون سعيد على كل الناس اللي بتشوفنا انا معكم هنا من داخل النادي الاهلي بالجزيرة يمكن مختاري تيتش لو شغال حالا يمكن التدريب بدأ من نصف ساعة بالزبط سابق الاختبار السريع والرابي التست اللاعبين كلهم قبل مباراة الاسماعيلي بـ 48 ساعة ده زي ما قلتلك ده التمرين الرئيسي قبل المباراة بـ 48 ساعة يعقوب ان شاء الله تمرين اخير بكرة يبقى تمرين خفيف الساعة 4 ومن سما المغادرة الاسكندرية للمبيد بيها واجراء المباراة يوم الجمعة ان شاء الله 8.5 ساعة برج العرب بين الاهلي والاسماعيلي يعني احد اهم كليساكيات الكرة المصرية والمباراة اللي منتظرها جماهير الكرة المصرية بشكل عام كل اجواء داخل النادي الاهلي درجة الحرارة النهات يمكن اقل حدة من الايام الماضية درجة الحرارة مناسبة جدا يمكن النادي فيه اقبال شديد خاصة من فئة قبار السن وكذلك الاسر اللي جات مع ابنائها لممارسة الرياضات المختلفة سواء على حمام السباحة او في الصلاة المغطوة داخل النادي يمكن الفريق الاول نرجع له تاني الفريق بيتضرب بكامل نجومه فيش غباس حسين الشحات ومحمد محمود اللي بيعمله اجراءات تأهلية للعودة مرة اخرى وكذلك عمر السلية اللي كان بيعاني من شد في العضل الامامية يمكن على سبيل الالعاب الاخرى يمكن انسات اليد مبارح هقفوز بنتيجة 33 مقابل 23 على الزمالك في صالة نادي الزمالك ويتبقى اليوم بريتين امام سبورتنج والشمس لازم الفريق اكسبهم علشان يوصل المباراة فاصلة عشان نفس على لقب ان شاء الله مع نادي الشمس متصدر المسابقة رجال اليد لسه المسابقة لم تعود نظرا ان قيام المنتخب معسكر مغلق استعدادا لكاسل العالم المقامة ان شاء الله في مصر يناير المقبل 2021 نروح لسه لا يمكن خسارة النادي الاهل مبارح امام الاتحاد في المباراة لسه كده نتيجة 2 واحد الاتحاد في المباريات يتبقى مباراة ان شاء الله يوم الخميس دي المباراة الرابعة ان شاء الله النادي الاهل يتمكن من الفوز للجوء لمباراة خمسة ان شاء الله والمنافسة على لقب البطولة نروح للطائرة وزا نقول طائرة الاهل تحلق دائما بجناحيها الانسات والرجال رجال الطائرة في اخر مباراة ومام القناة حق الفوز بثلاثة اشواط نظيفة يتبقى له ان شاء الله خطوة واحدة على احراز اللقب المعتاد كالعادة امام الجيش ان شاء الله المباراة تقوم السادسة هنا في صالة النادي الاهل بالجزيرة ان شاء الله الفوز يكفل للنادي الاهل الفوز بالبطولة نظر تفوقه على النادي الزمالك يمكن النادي الاهل في المركز الاول بسبعة وخمسين نقطة يليه الزمالك بثلاثة وخمسين نقطة الفوز على الجيش كفيل بفوز الاهل ان شاء الله بالبطولة يتبقى له مباراة يوم 14 ستمبر الجاري امام نادي الزمالك ان شاء الله تبقى تحصل حصر ويكون النادي الاهل بالفعل حصل على اللقب انسات الطائرة كالعادة هما يعني زيما نقول ابطال مصر وده عادة كرة الطائرة في مصر طائرة الأهل تحلق دائما ولا تهبط أبدا بجنى حية معاك لو في أي استفسار كريم مش استفسار بس أنا عايز أراهن على قدرتك على قراءة الوجوه شكل اللعيبة هم داخلين النهاردة في التدريب الحالة المزاجية والحالة المعنوية بعد سلسلة الانتصارات المتتالية وبعد ما هو الحقيقي إلى حد كبير جدا الدور العام المصري لهذا الموسم محسوم للنادي الأهلي فريأكشنات اللعيبة هم داخلين أرضية الملعب يمكن من بداية مش نبس اللعيبة يمكن ريني فايلرد نفسه هو داخل التمرين النهاردة هو داخل يعمل التست يمكن فيه ضعبات فيه أريحية يمكن فضل طمان نوقت وفضل مبلاد كتير لكن فيه أريحية فيه أريحية باينة جدا على وجوه اللعبين أو الجهاز الفني يمكن التدريب كمان في الوقت ده من الموسم التدريب ما ببقاش بدني قوي يبقى التدريب أكثر بالكرة لأن طبعا الأحمال انت شاف بنعب كل ثلاثة يام فده يمكن التمرينات لازم يغلب عليها طبعا زي ما بقول الأريحية شوية من ناحية البدنية لكن التمرينات كلها بالكرة تمرينات تخصصية النهاردة زي ما قلت لك ده التمرين الأساسي لكن فيه تركيز تام طبعا مباراة الإسماعيل مباراة كبيرة يعني بعين على أنها مباراة بسلس نقاط وإن شاء الله تعربنا ويبقى فاضل خمس نقاط على حظ البطولة لكن كمان مباراة الإسماعيل زي ما بقول ترجمة الحضرات في البداية بالأريحية في أريحية في اطمئنان فيه ثقة يعني كان ثقة بين على وجوه اللاعبين كلهم سواء واليد سليمان أفشا بعد الجنل لأحراز المباراة اللي فاتت ريني فيرال نفسه الراجل تحسه مرتاح نفسيا يمكن داخل وشه بشوش جدا بيتكلم مع الناس بحلقاءات وكلامه فيه ود مع الجميع ما فيه شدة المبطولة أو يعني تركيزه في نفس الوقت فيه أريحية الاقتراب إن شاء الله تحقيق البطولة بإذن الله إن شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهل